موسيقى انصحبت الولايات المتحدة اليوم رسميا من المعاهدة الدولية لحظر الصواريخ النووية متوسطة المدى وقد اتهمت واشنطن روسيا بانتهاك شروط المعاهدة التي وقعت قبل ثلاثين عاما بعد قيامها بتطوير صاروخ جديد قصير المدى تنفي موسكو هذه الاتهامات وردت على الخطوة الامريكية بتعليق عضويتها في المعاهدة في ذات السياق حثت المانيا كل من الولايات المتحدة وروسيا على الحفاظ على ما تبقى من اطار العمل الدولي للحد من الاسلحة وذلك قبل يوم من الموعد المقرر لانتهاء اجل معاهدة الحد من انتشار الصواريخ النووية متوسطة المدى لمح وزير الخارجية الالماني هايكو ماس في بيان الى ان اللوم يقع على عطق موسكو في انتهاك المعاهدة التي تمثل اتفاقا تاريخيا للحد من الاسلحة وقع ابان الحرب الباردة بين الزعيم السوفيتي ميخيل جربتشوف والرئيس الامريكي رونالد ريغان في عام 1987 موسيقى موسيقى موسيقى